لا للسيادة، لا للإصلاح، لا للاقتصاد المنتج، لا للعدالة، واليوم لا لحق المغتربين في الانتخاب، لا جديدة تضيفها المنظومة على لائحتها الطويلة لا للسيادة كرستها المنظومة منذ عقود، منذ سلمت القرار الوطني للوصاية السورية، ثم للوصيات المتناقضة التي حلت محلها ليكون وحده القرار الوطني اللبناني المستقل هو الغائب على أرض لبنان لا للإصلاح أكدتها المنظومة منذ التسعينات، منذ إسقاط كل محاولات الإصلاح بالضربة القاضية هكذا حدث في أيام حكومة سليم الحص في بداية عهد إميلا حود، وهكذا جرى مع الحكومات الثلاث السابقة في العهد الحالي وهكذا يتكرر كل يوم من خلال ضرب الدستور والتنصل من القوانين والفرجة على الفساد المستشري في مختلف القطاعات لا للاقتصاد المنتج، نهج اعتمدته المنظومة منذ سنين، منذ سنة 92 على الأقل التي أسست السنوات التالية لها للاقتصاد الرائعي الذي أدى إلى ضرب كل قطاعات الإنتاج فحول اللبنانيين متسولي قروض ومساعدات لا مصدري زراعات وصناعات ومعرفة لا للعدالة، معادلة واضحة أرستها المنظومة أيضا منذ الطائف على الأقل منذ صارت الخطوط الحمر حواجز طائفية ومذهبية أمام القضاء تذكروا جيدا، هل من قضية أساسية أو غير أساسية واحدة تخذ فيها القضاء القضاء اللبناني قرارا حاسما في مهلة معقولة؟ وبما أن الجواب معروف فثمت خشية شعبية واضحة وقلق وطني أكيد من الخطر الشديد المحدق بقضية العدالة في انفجار مرفأ بيروت ذلك أن مصار الأمور لا يبشر بالعدل، بل بالتسييس والتطيف والمذهبة على حساب دم الضحايا وألام المصابين وفي هذا السياق أشارت مصادر قضائية للأو تيفي إلى أن في مواجهة كل ما يحاك المحقق العدلي مستمر بالملف حتى تظهر الحقيقة وحتى يحاسب من يجب أن يحاسب لكن تحت سقف القانون وضمن الأطر المرعية فالقاضي طارئ البطار يلتزم القوانين في كل الأحوال ولا يمكن أن يتخطاها ولا بد للحق من أن ينتصر أما لا الانتخاب المغتربين فمكيدة تجري حياكتها راهنا وكأن لبنانيين الانتشار مهمتهم فقط إرسال الأموال أو كأن لا لزوم اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل أرقام الهجة المرتفعة بفعل الأزمة للقيام بكل ما يلزم وأكثر لتوطيد ارتباط المهاجرين بالوطن الأم وفي كل الأحوال وكأن مآثر المنظومة لا تكفي اللبنانيين حتى تستكمل اليوم بهذا الطرح الذي يضرب في الصميم ركنا من أركان صحة التمثيل إلى جانب النسبية والصوت التفضلي فهل سيسمح اللبنانيون لهذه المهزلة الجديدة أن تمر؟ وألا يستحق عنوان مستفز كهذا ثورة جديدة تكون هادف هذه المرة إسقاطا لكل لآت المنظومة ورفعا لنعم لبنانية واحدة تضع حدا للنفاق وتنطلق من أرضية الوفاق على بناء دولة في انتظار الجواب البداية من ملف العدالة في انفجار مرفأ بيروت ترجمة نانسي قنقر